أيها الأحبة الكرام لا شك أن من أعظم الأعمال التي تقرب إلى ربنا جل وعلا أن يكثر الإنسان من الاستغفار والتسبيح والتهليل وأن يكون على خير فيما يتعلق بذكره لرب العالمين والنبي عليه الصلاة والسلام مدح الذاكرين وحث على كثرة الذكر فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا نعم يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل التسبيح والتهليل لا يعجز عنه أحد الكبير والصغير الغني والفقير الرجل والمرأة الفارغ والمشغول العالم والجاهل كلهم يستطيعون أن يتعبدوا بهذه العبادة لذلك لما أقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه يقول يا رسول الله الفضائل في الإسلام كثرت عليه فأخبرني بشيء أتشبث به علمني شيئا فاضلا حسنا أتمسك به وألزمه فقال له عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله أنت أكثر من الذكر وأبشر بالخير لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وقال عليه الصلاة والسلام لقيت ليلة أسري بي أبي إبراهيم عليه السلام فقال لي يا محمد أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان يعني الجنة أرض صالحة للزراعة قال وأخبرهم أن غراسها كيف أغرس لي غرسا في الجنة قال وأخبرهم أن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كل من قال ذكرا من هذه الأذكار جعل الله تعالى له غرسا في الجنة أيها الأحبة الكرام ليست العبرة أن تذكر الله تعالى فقط لا إنما العبرة أن تذكر الله كثيرا لذلك المنافقون يذكرون الله لكنهم يذكرون الله قليلا كما قال جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ولا يذكرون الله إلا قليلا لكن لما ذكر الله المؤمنين قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أذكر الله كم نذكرك يا ربي قال أذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة إذن نحن مطالبون أن نذكر الله كثيرا ليس فقط أن تذكر الله فقط إنما أنت مطالب أن تكثر من هذا الذكر أيها لحبه الكرام كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يسبح في اليوم والليلة أكثر من 12 ألف تسبيحة أكثر من 12 ألف تسبيحة فقال له قائل في ذلك يعني يا أبا هريرة لم تتعب نفسك فقال أبو هريرة أفتك بها نفسي من النار دل هذا على أن حرص الإنسان على الذكر وعلى الاستغفار وعلى التسبيح والتهليل والتحميد أنه مقرب له إلى رب العالمين وأنه يرفع العبد عند رب العالمين درجاتنا أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع وقال فيتبعونا أحسن ترجمة نانسي قنقر